بسم الله وكبه وسلام على العبادي الذين اصطفى السلام عليكم من الطرق اللي تحل مشاكلنا اليها خاصة التمثيل باهل البر والاحسان انا انصح عائلات الضحايا الشهداء باش يتنازوا عن حقهم لانه تاليوما مشاوا ابنية ابنية خالصة ليكونوا مشاق وداروا عق ويقتصوا من المسؤولين عن محلتهم هي مجمعنا هي مكرمة ان تكون في عائلتكم مناء رحايا في سبيل الله وليوم ما رحايا في سبيل الله رغم يستبترون بان تلحقون بهم ان تلحقون بهم وانتم تريدوا لمن هو مستوادة من المسؤولية تريدوا ان تعبطوا به وتتركوا ولا كبرى الجرائم تتركوه هنيئا مريئة قرونه والسلام والمدرقين لا بضع اخت اليربيح بيكشب يكشب واذا العائلات اليها قبل ما يفوت الفوت تتنازل عن قضاياها واذا كانت تحبوا الايام تسير في اتجاه اخر فيبدأوا بالتسامح انتم العائلات انتم يتبعوكم باس اخرى وهكذا نقه الامة من محنة حب التشفي ومن محنة حب الاذاء ومن محنة المرض الشديد العضال هو مرض حب الفتق والشماتة وتحب ملكي ما تقول انت تشغيذك يا ودي مش هك هراكم ومن عفاه واصلحة فاجروا على الله اين هاني الامة امة العفو وامة اللي تتجاوز المحن وامة اللي تتلوج وانجرحوا للسلم فعشان على هراكم لازمكم كلكم تسعاوا للسلم وكلكم تسعاوا لحسار على قلوبكم وعلى عقولكم اراهم ليس قاعد يخدم لدكم وكلكم باش تقول لكم خاسرين لقدر الله ولكلكم موزورين والعياذ بالله اراهم مش بتقول انا عائلة فيها شهيد انا وليادة مش بتقول انا دائما العقب اراكم بتقول انا العقب الا ما تخذوا منهج القرآن وانجر رسول الله عليه الصلاة والسلام والسلام على من اتبع الهدى